السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معي في مطبق تيما اليوم سنقدم لكم طريقة تحضير جاج محمر على طريقة الأعراس ومناسبات مع كل تقنيات لطبخات في تحضير هذا الطبق وأيضا أسرار النجاح للمرقة كيف تجيكم معلكة كيف تجيكم ضغمرة و تجيكم هذه الضغمرة واقفة كانت منه ان شاء الله الفيديونا لأعجب لكم دائما لأعجبكم لا تبخلوش عليها بأنكم توصوه لأكبر عدد من اللايكات تقسموه مع ما يعرفكم مع أصدقائكم وإلا كنت بأول مشاهدة لكم القناة ضغط زر الشراك فعل الجرس باش وصيب جديد القناة بحول الله أيضا كندعوكم أنكم تكملوا الفيديو للأخير لأنني خلال الفيديو كنعطيكم نصائح التي تكون هي السبب في نجاح الوصفة فبلوما نطول عليكم نخليكم مع المقادر وفي الطريقة التحضير فرجة ممتعة سوف نحتاج الكمية من الزع فرن شعر هنا يقع قلة وفسيبيسة على هذا الشكل سوف نضحنهم أنا أردتهم لكم غير بالشعر والشكل لدي هنا معلقة كبيرة زنجبيل مطحون معلقة مع مرش الكركم نصف معلقة صغيرة الفلفل الأسود كركوبة تومة على هذا الشكل توم يعني تقريبا ثمنية اللف سوس عندي هنا معلقة معمره الهريسة اللي هي الفلفل مطحون الحار وعندي معلقة كبيرة لسم الحار عندي نصف كاس عصر الحامض معصور يعني الحامض ليس مصير الحامض العادي كان عصر نصف كاس سوف نحتاج الزيتون حمر ممكن أنكم تستخدموا الزيتون قدر بالعدم سوف نستخدم الزيتون حمر تسجيل فجاجم حمر سوف نستخدم هنا هنا يلوب حامضة واحدة سوف نتحن فيما بعد سوف ننزل هنا يلوب حامضة حيتو شوئت لكم القشرة بشتعرفوا أننا نستخدم فقط اللوب عندي ربع كاس زيت زيتون مع كاس لارا الزيت المائدة يعني مع باركاس واحد وإلا كان عندكم زيت زيتون قاسح فدعوا فقط معلقة زيت زيتون كميره بزيت المائيه لديه هنا تقريبا الربعاد معلق كبار البقدونس والقصبر مقردين على هذا الشكل و الملون الصناعي يعني لا نأكله الجز محمر يوميا نأكله مرة مرة و ملون الصناعي داروا منه لأنه أولا كان هذا اللون مذهب يعني اللي لا أريد هذا اللون و هذا الشكل لأنه لا تطعمه شيئا ولكن فقط كان هذا اللون يمكن أن يستغنى عليه ولكن سأجد الفرق في اللون هناك 1.5 kg لدي البصلة بيضاء مخلطة مع البصلة الحمرة لديهم بجوش و أعطوني اللون نزوين و في نفس الوقت البصلة الحمرة و أعطوني طياب ولكن سأعطوني اللون جميل و أعطوني طعم إضافة زعمال الجاج محمور جلبه و سنحتاج القناسة مع الكبادين هنا مع ثلاثة الجاجة نحتاج أيضا معلقة القليكوز أو طوبة السكر سأضع حتى تضع حراء و أعطوني المرقى و تضع المرقى أو معلقة القليكوز و تضع المرقى من أم سيمو الطبخة المعروفة التي تضع في قناة كليكوك في سلسلة أطبق بلادي و في الدرس الأخير كانت أم سيمو كانت سمعتها قليكوز و أنا أقول فأنا أفضل مسكة حرة مع السكر و المرقى و تضع المرقى و لا تحتاج إلى مسكة حرة و يجربواها و ردوا سنبتزوا على بركة الله و تحضر كرامدو بسم الله و كنت أتحنوا بسبيسة و أنا أتحنوا و أفضل أعلى هذه المرقى لدينا أخذها من البيب و تدرهم و لكنها مفيدة و تنفع بثاف و تتحنوا بها و تتحنوا بها و تتحنوا بشكل مبادر و تتحنوا بودرة و تتحنوا بودرة و تتحنوا و نتحنوا بشكل مبادر و نحفض بهم جانبا نقوم بشكل مبادر و ندفع لها و نضافع لها لحومة و نضيف حامض و سأعرقهم لأنهم سبقوا بيانون و نعمر بهم و يدوبوا على الطعب لأنه مازال يتطيب و سأعرقهم بحلقة في المهرز و الممكن أنهم يتحنوا و يمكن أن يتحنوا دائما نفضل المهرس و نخرج العسارة بيديه و نحن في حال الموز يهرمج نحن نخرجهم على شكل بوماد من بعد نضغمر الجج نضيف عليهم زنجبيل و كوركم نضيف فلفل اسود و قعقل و سبسا و نضيف هريسة مع السمن السمن من الأفضل يكون السمن حار و بالنسبة للهريسة التي لا تريدها ف نضيف 1.4 ملعقة من الهريسة و يضيف 1.4 ملعقة من الفلفل الأحمر يجيزون تحميرها و غير 1.4 ملعقة من القلعة ثم نضيف الملوي الغذائي نضيف الخليط مع الحامض المصير الربيع و نضيف المطق و نضيف المطق لما نضيف 1.5 ملعقة من الهريسة و نضيف Munr ترجمة blah و من رجلnh تضيف الملعقة من القليلة و بعد أن نضيف الطلعة من الحديث و لكن شوف التضيف و proposedigh.. فما ينف fender و أتضيف الحامض المصير نضيف الحر Demar و على الأبيان من الداخل يدخل في صدر الدجاج ويجبنين إذا استطعتوا ان تصيبوا هذا الشيء بليلة قبل وتربطوا الدجاج وتخليه بات فتلاجة يكون أفضل من بعد مما كنغلفها جيدا كنغلف لها حتى كبير الفخاد ديالها كندخل لها بحلقة الربيع مع دك التوابل كندخلوا مع الحامض والتومة دخلوهم لها في جنابها ويجبنين ويجبنين من بعد وكذلك نكرر نفس العملية مع الجج كامل نعمره من الوجه دياله نعمره من الجناب ندله بالفخدين دياله وايضا ندله من العنق ونوضعه جانبا من بعد ما نكمل كيميات دياله كلها ونشرم لهم كاملين ندوز بشار ببطهم لما متوفرش للخيط الغدائي ممكن أنه يعودوا بهذا الخيط الذي يكون عندنا في الخنشة ديالدقيق فهذا الخيط هذا يتهوه حيدو غير بالمهل وربطو بي أنا غير بالشرات لأنني لم أبقى لي صراحة الوقت بسنقة مع هذه الخنشة سوف نحلها ونبقى غير تفسد عندي فكاننا غير بالشرات اللي كنكونوا مربطين به كنا ندروا به الربيع من بعد كان وضعهم بحالة كاف على البطن ديالهم ولكن أثناء الطهي خذكم تقلبوهم يعني ما تغفلوش عليهم وكان وضعهم بحالة كاف على البطن ديالهم وندفع لهم كمية ديال الماء هندفع لهم عسال الحامض تقريبا واحد جمعة القبار ديال العسال الحامض اللي معصور كنضيف أيضا كمية من البصل تقريبا جهة بصلة واحدة الماء كمية من الماء اللي تقريبا جيلي بفوق الفخدين بشوية يعني مشي جي حتى تغطي الججر كاملين لأنني الججر ما كيبغيش لما بزاف دغاية كيطيب ومن غادي طيب غادي نحيدو غادي داك الماراق لغايب قليل ولا غنطيب فيه البصلة فتقريبا كنحاول ندف الماء اللي غادي يكون غادي اعلالي على ذاك التنية ديال الفخد بشوية يعني ما يعلاش بزاف وغادينا نوضع عليها نوضع على النار وكنناخد هذك الزعفران شعر كنديرو فالدهر ديال تنجرة يعني فالغاية وكنخليه تلع فيه السهد باش يتحمر لي مني كيبالي كيبس سافرها تحمر كناخد دابة مني كيبالي التنجرة غادي فالغاية كناخد هذا الزعفران باش نيش يدوب في الخالط كيكون سخون وكننحكو بحالك في التنجرة وكنت لكم لي من متوفر عنده الزعفران شعره في عودوا في دوما الزعفران يدرجو دوما صغار تاهم وكي تولد بالزعف من بعد نخلي كل شي على النار حاولوا انكم غفلتو عليا سأتحيي لكم الجلدة في نفس الوقت نصور الفيديو دي الحلوه في هذا الوقت الذي خاصني كل شوية لكي نقلب انتم حاولوا تبقوا تنجرة دائما تكون عندكم موسولة فورشات التي تشكو بها الفخاد لكي لا ترتقش للجلدة لا ترتقش يعني تجاج من تنفخ حاولوا دائما موسولة فورشات تبقوا جيدا ساعة 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 قلبوا على الجنب و دائما يدخل لنا من بعد تنجرة نضيف الزيت زيتون و زيت المائدة و نغطيها من واحد لكي لا ترتقش في كل مرة نحرك و نضيف لكي نضيف لكي نضيف بحلقة 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 نضيف من كيف أن ترتقش و لا ترتقش خلال الطهي و نقلب و نقلب و نقلب على جنب و نضيف هذه القناة مع البقدونس و صغيرة و البصل و حمضة و نضيف على النار و نضيف السلقة و نضيف القناة و نضيف القناة و نضيف القناة سيضب لنا لا يبقى بانين و كيف نحرك و نقلب الجج حاول دائما تنقل بحلقة جز و نقلب حاول التبصير بحلقة 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 خلال الطهي لم يكن صورت لكم لانني كنت نصور فيديو اخر ف نضيف جج طباص الصغر و نقلب على جنابها و نقلب على كرشة بحلقة تسهل لكم و تشرب بزاف لا تسنوش على التنجرة حتى تحيدوها غير بالتبصيل بحلقة و تقلب بطريقة سهلة نقلب الزبدة مخلطة مع الهريصة وهذا المسألة السبقة التي تقسمتها معكم في فيديو رفيصة لقد أخلط الهريصة مع الزبدة و من الأفضل تقدروا تزيد حتى السمن مع هذه الخلطة و تدهن جيدا و تدخل الفران يتحمل و تدخل الفران و تقلب ه و يتحمل من نواحي كاملة سوف يكون لدي الدجاج يتحمل و نضيف العسر الحامض و نضيف الكيمي البقدونس و نضيف الملحة الملحة نضيف الملحة والحامض والهريصة و حتى نضيف الملحة سوف نضيف الكمية كل البصلة حمرة مع البصلة بيضاء اذا لديكم مناسبة و نضيف البصلة الحمرة في الأول مع الدجاج بيضاء و نضيف البصلة حمرة لأن البصلة حمرة 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 طيب و نضيف الملحة و نضيف ملحة و نضيف ملحة مرة و نضيف البصلة دابت في الطيب قد تكون مجهدة و نرى البصلة و نضيف ملحة و نضيف ملحة و نضيف ملحة نضيف السمن و أعلى الملحة ل الملحة و نضيف ملحة أم ثم دابت و ملحة أحضر ملحة و ملحة ينضيف أحضر لأن يصبح ملحة ملحة و يتبع الطائب و يختلف خلال الطائب طيبته له الطريقة هي نتيجة لذلك يجب أن نعطي نصائح لكي تتصرفه هنا يبنتي المرقة مازال خاصة لربيع فضفت لها 1 معلقة صغيرة و أحركها حتى ننساج متليا ومنسبة لشتوري الدغميره مازال خاصة لزيت يضيفها الطيبات في 1.5 كالزيت كما تبقى في حالكة و نغطي لها و نجعلها تدوب و تعلق لها جيدا و توقف لي هذه الدغميره و لا يبقى فيها كيف تفرق الزيت على البصلة و تبقى لكم هذه البصلة بتصفيرها البصلة الدغميرات و نوضعها جانبا و ندوزه حتى نقدمه الطبق كفكرة لتقديم الهريسة فقد تقديم الهريسة بحالكة تكون حمراء أو خضراء و نداح نقطع الحمد و نضع شارعه أحب حالكة و نضع شارعه بحالكة بشكل وراقيه و نضع جانب لتقيه مندل اضعوه بزيس الخضر و اضعوه في الجناب الالجاج من بعد ان نحمره و يكتسب اللون الذهبي نغطيه بلاسيك و نغطيه بمنديل و يكون لديه سخون و نضخل الفران و يشربه لفران فا نتخرجه بحاله كيف قلت لكم في الفيديو تغطيه بلاسيك و تضعوه منديل و يزيد الفران لا يستطيع شربه لفران دغمرة و تكون الزيت يكون تهزل على البصل و نبدأ نوزع ثلاثة ديال الجاجة تكيتم على الجنب سوف نضع الدغمرة فوق منها و نضعها في الواسط و نبدأ نوزع الزيت الحمار حتى تحيد على اللحن ثلاثة دونج و نضع بنا و نضع البرمرة و نضيفهم و فوق منها و هذا المكان و دونج نضع المكاة و بحالة ورقة ربع ممكن انكم اضعوا شيش بحلقة الكنافة فقط اضعوا الوسط او بالباتفويته انا اضعت فقط تبصيل و اضعت في بيت سمان و اضعتهم بهذا الشياء الحبوب دير الشياء ركن دونها معروفة انا هنا يمحم الصمش فقط اضعتهم و نزيد هذه الحامضات اللي كن عمرتهم بزيتهم من الجوانب يجي هدا وساك النهائي للطبق صراحة جدزاز و نصحكم انكم تزربوه هذا بلعيت جاي و كنتمنا تزربوها الطريقة هادي و كنتمنا ايضا كل سيدات تعطيني الطريقة دياله في التعليقات و ايضا نصائح ديالكم لان انا هنا كانت تبادل معارف مع بعضياتنا و كل واحد كيفيد الاخر بدكشي لك يعرفوه كان اغتنا من الفرصة ان انا نعتذر السيدات لان انا لتأخرت عليهم في الادراج لها الطبق هذا يعني كان علي طلبة عديدة منذ مدة و تأخرت عليكم كان اعتذر لكم و كان نتمنى ان شاء الله يلعجبكم الفيديو وصله معي الاكبر عدد من اللايكات و تقاسبوه مع معارفكم مع اصدقائكم و ايضا بالنسبة الناس اللي كي جربوا الاطباق و كي بغوا يرسلوني بتطبيقات ديالهم فاسم المجموع هو شيف بيتك مع كويزين تيما او في الانستغرام غدي تلقاو كويزين تيما مكتوبة بحلاكة يعني بنسبة الناس اللي كي بغوا يتواصلوا معي و كي بغوا يصفتو لي تطبيقات ديالهم و بعد ما نطول عليكم خليتلكم الراحة الى المنطقة ان شاء الله مع اصفات خرن والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته